اشتركوا في القناة يعني ما حدا يسوق سيارته من دون أي بوليسة بتحميه وبتحمي غيره لا سمح الله مع ضيفنا اليوم رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي عبدالخوري رح نضوي على أهمية هذه المؤسسة الوطنية للتأمين الإلزامي اللي طبعا تعريفها هي مؤسسة خاصة ذات منفع عامة بالضم حكما جميع هيئات الضمان المرخص لألابي مزاولة عمليات الضمان ضد أخطار المركبات البرية طبعا هم بتصير مشاكل بتصير أمور قد تكون موضوع نقاش مراجعة قضاء ولكن بالمبدأ أن عمل مؤتمر صحافي مبارح ممكن نقول مفصل مية بالمية حرف بحرف وهو برسم المسؤولين المعنيين لحتى يكونوا شركاء بالتنفيذ والتطبيق ضيفنا عبدالخوري رئيس المؤسس الوطني للتأمين الإلزامي أهلا وسهلا فيك أهلا فيك أولا المشاهدين سيدي يعني سؤال بديه بيطرح نفسه اليوم كتير ناس بقوله أنا عامل ضمان عامل تأمين عامل 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 إلزامي عامل أول ريسك عامل عادي يعني وضح لأهمية هذه البوليسة يلي مفترض أنه ترفقنا بكل المحطات يلي نحن بنعمل فيها تأمين على السيارات شكرا على السؤال طبيعي في عدة منتجات بالتأمين السيارات اللي حكيت حضرتك عنه جميع الأخطار وضد الغير اللي فيه جزئين كله بده إلزامي وإلزامي بس بالأساس إذا بنتذكر الإنون 77 مرسوم اشتراعي 105 لحظ هو تأمين الإلزامي على السيارات ضد الأضرار الجسدية فقط مش المادية إذا معي حدا بالسيارة إذا معك لأ إذا كان من الأرايب بالدرجة الأقرباء وعالتك مش مغطيني وعد ضد الغير الغير يعني إذا شخص غريب معك بالسيارة مشمول بالتغطية مع الفريق الثالث لخارج السيارة إذا صار فيه استضام العملية راحت فترة مع عد طبك إذا بدك من الـ 77 تأجى الدكتور باس الفلايحين ذكرتا بالمؤتمر الله يرحمه بيعمل ضغط لبيطلع مرسوم تطبيقية بالـ 2003 تحت مرسوم تسعة خمسة ثمانية خمسة بيثبت إلزاميته كهي كان بده مرسيم تطبيقية وبيتحدد وقته بالـ 2003 تأمين الإلزامة مع حد أدنى خمسة وستين ألف ليرة البوليسة وتسعين ألف ليرة كحد أقصى هاي للسيارات سياحية أنه اليوم أنت بتعرف فيه سيارات مركبات عشر فئات تنطلق من الخاصة البريفي للعمومة للتراكات للفانات للبيوسات للشحينات متعادل دراجات إلى دخل كمان بالتأمين الإلزامي كل سيارة فردة عليها بالإنون بده تدفع الرسم سير ميكانيك بده تتسجل بده إعادة وضع بالسير بده تشمل عقد تأمين إلزامي ضد الأضرار الجسعدية وقال له ما بيقدر لا يدفع رسم ميكانيك ولا بيسجلوا له السيارة من هون صارت سارية المفعول من الألفين وثلاثة البوليسة بهالمرحل كلها كانت دولار سابت كانت تعطي سبعمائة وخمسين مليون ليرة لبنانة يعني ما يعادل على الألف وخمسمائة ليرة نص مليون دولار يعني كانت كافية وبعد ما كنا انتلقلنا لمراحل اللي دهورت العملة وصرنا بالدولار الأمريكي توصلنا لآخر سنتين من الواحدة وعشرين انت بتعرف البلد كيف تغير كطاعات كله نهارة بنوك بقي هالكطاع الوحيد التأمين واقف على إجراءهم وعم بيكفي مع الأسف أنه منقنا بمرحلة انفجار بيروت كان إلى داعيات سلبية على البلد من ناحية المادية وأضرار جسدية اللي خلفته بس كمان التأمين هون إذا بدك كانت مرحلة إيجابية لإله من ناحية ما كان فيه كابتل كنترول يعني فتنا بشغلة خارج الموضوع بس ساعد إنه يجي أموال دولار من معيد تأمين لتغطية الأضرار أوكي من هيك استمرارية الكطاع كان مليء وثابت واستمر بأعماله بالواحدة وعشرين وقتها بلج الدولار يصير 8000 الأرصي رفى لقينا البوليس عم تتدهور والمستشفيات عم بزيدوا تغطيتهم كمان التعريفات أعملنا دراسة أكتوارية يعني دايماً نحنا بناخد عاملين أساسيين بقصة بالتأمين الألزامي العامل الأساسي الوفاة لأنك أنت اليوم بالأضرار الجسدية بتسبب حادث إذا بيتوفى الشخص أنت بك تغطي وتدفع للورسة هالدية وهالتعويض إذا بصير فيه عضل دين إذا فيه عضل جزئي كلهم نهودي والطبابة بالمستشفيات النسبة اللي بتختلف 70% لـ 80% تتعلق بالطبابة مستشفيات 30% من العشرين لـ 30% تتعلق بحواد استوفاة التعويضات لكن درس القصد مع دراسة أكتوارية ومساعدة أكتواريين تتحدد ومع الإنفليشن تضخم تحددت بالـ 21% إذا تذكرت أنا مبارع طلعنيها للـ 130 ألف لأنه كانت دولار 8000 صار للليرة تجيها قصة 130 ألف كنا بس بعدنا عم نسددنا بستشفيات بالليرة بشهر 5-22 بلج دولار 17 ألف عم تطلع للفوتير البوليستاك عم تنزل يعني كنت أنت أول ما طلع المرسوم بالـ 2003 كان حق 44 دولار على الـ 65 ألف ليرة صلنا لـ 390 ألف بشهر 5-22 على الـ 40 ألف صارت 10 دولار وعلينا التغطي إلى المليار ونص لأنه اليوم كنا عم نعدل بالليرة تنتركها بالليرة لـ 4-22 صلنا لشهر 10-2022 دولار درب 38 ألف كمان الدراسة التقنية عملناها 800 ألف وعلينا التغطي 7 مليار كل ما بتعلي التغطي عم تحمي لأنه أنت اليوم 7 مليار اليوم صارت 70 ألف دولار بينما التغطي الأديمة كانت نصف مليون دولار المستشفيات ابتداءً من شهر 1-11 لـ 2021 وطلوع بلشت تنتقل نص دولار كاش ونص شكات تبلشت بـ 22 وآخر كورتر فصل تقبض كله بالفرش دولار ونحن كطبابي المصاب المصدوم بدنا نسدد عنه بالدولار بعدها هلأ الدولار هلأ وقتها إلا نحن ما عم نلحق الدولار صارت 80 ألف 90 ألف ما فيك تضل طلع تعميم تزيد وتنقس وتطلع وتركض ومثل استثنائياً بهالبلد مثل ما مرق كل شيء تعونيات ووزارة الاقتصاد تعرف ونحن نخضع لوصاية الوزير الاقتصاد قررنا من بعد دراسة أنه نطلع للدولار 35 دولار 400 ألف دولار تحمي المواطن وحامل البوليسة لأنه اليوم إذا بيصير حادث في بوالس اللي صادرة قبل صدور الإنون المرسوم تعديل للدولار من واحد ثلاثة صارت تغطيطها المليار ونصف 15 ألف دولار يعني أنا منى كيفي اليوم إذا بيصير في حادث بيأدي لوفاة أو بيأدي لأضرار جسدية بيروح حادا بالكما أكيد رح يصير يا المصدوم بدي تجي عائلته تتكفل بيصير في شكاوة يا بدي يفوت الصادم على الحبس يعني رح أو قضايا أو محكمة من هيك بدك تتحاشى هال حملات يعني منعتبر المشكلة اللي صار علىها المبدعيا 100% اليوم نعم عم بيحكي على البوالس اللي هلأ اللي هلأ صارت صارمة من واحد ثلاثة من واحد ثلاثة نعم كل الشركات 39 شركة تتعاطى تأمين السيارات ملتزمة بهذه التسعيرة مع تغطية 400 ألف نحن ما نطرنا اليوم ذكرت أنا بأخير 400 ألف دولار فراش 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 خالي ايه يعني صرت دولارك دولار اليوم بتقدر يحمي المضمون والمصاب فريق الثالث تبا يصير في مشاكل بالغض النظر شغل الثاني أساسي المحاكم اللي هنا عننا حكمين وفي أكتر بس في حكمين تلعوا بشباط 2022 بالدولار الأمريكي أنت اليوم الكتاع الخاص بلش يدفع لمواصفينه بقصم بالفراش نعم جزئين يعني اليوم إذا تضرر أي شخص الممكن يتقدم بشكوى أو بطلب مع إفادة بيقول أنه أنا بحصل بالدولار عم بقبض بالدولار الأمريكي للفراش نعم بده يطالب تعويض بالفراش طب اليوم إذا في شركات هي ما بده تقبض دولار تقبض لبناني ما ألا حق فيها تقبض لبناني بس على سعر الصرف ذكرنيها نعم ما يوازي عن تاريخ الدفع بسعر الصرف وبيضرطة صاحب بياخد أربعمائة ألف زيتها والبوليسة بضال 35 بس عم تفسح له مجال أنه بيقدر يسددها بالليرة طب اليوم يعني أنت بتوافق معي لبعض كان عم بينظر بازدراء يعني وهيكو بيخف لواقع الألزامي بيقلك يلا ما بيطلع منهم شي وما عم نعمل شي يعني إلى ما هنالك هذه النظرة البعيدة يعني الثقائفة اللي أنا حكيت عنها المجتمعي اللي بحاجة نعرف قديش مهم الإنسان يكون عنده بوليسة ألزامي أكيد إذا بتطلع بالدوها المجاورة حدنا نعم 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 كلهم عندهم تأمين ألزامي بيشمل الشقان المادة والجسدة نعم مش بس الجسدة نعم أنت عم بتحافظ على الشعب وعلى المواطن وعلى حملة البوليسة لكن لحق على دعاوة وعلى ناس بالحبوسة وجرائم قتل يعني اليوم أنت بتعرف يصير اليوم عندنا حالات بيصدم الواحد شخص بيهرب ما بيسترجي يبين بخاف بالرد تفعل الأهل القتيل أو أهل المصاب تيرجع تروق الأجواء ويسلم حاله ويصير فيه اتفاق وإذا ما فيه شركة تأمين عطي التعاهد رح ينحبس هذا الشخص ما عم بتشيله من مشكل هلا أكيد مشكلة البوليس عم بصير فيه حوادث عليا بس فيه نسبة عالية سوقنا أنت بتعرف السواقة ما فيه خاصة بهالأيام ما فيه إشارات سير ما فيه تنظيم فالتي شوي تتكاثر الحوادث يعني طيب اليوم بهالمرحلة اللي هلأ نحن عم نحكي فيها عن واقع يعني السلامة المرية بهذه المرحلة بالمقارنة مع السنين الماضية منلاحظ أنه نسبة الموالس هي قلتلي الزمية بس من فترة يعني طرف المعينة موقفة الميكانيكة موقفة فيه ثغرة هل بتأثر على واقع الناس بخفف وما بيعمل بوليسة لك حسب أرقامنا بالمؤسسة ما نزل العدد نحن كمؤسسة وطنية مع الشركات منسلمها الطابع الفينيات اللي بيطلع بتقدموا للميكانيك إذا نتبه مع البوليسة فيه ثلاثة ورق حمرة صفرة وزهر اللي بيقدمها نحن بنعرف إذا كانت خفت من عدد السيارات اللي عم بتأمن فيه إحصائيات ومن باقي الفينيات بالعكس كانت على تزايد ما رجعت لورا هالإلزامية كلهم وعيين أنه صارت قاسية أكتر وأكتر إذا ما عملها على المواطن فيه ثقافة فيه توعية واليوم فيه إذا بدك التوعية والإعلان وإنت عندك اليوم نقابة البروكرية الوسطاء التأمين عم تلعب دور كمان لأنه هي منتشرة على الأرض تتجيب بوالس تأمين هي دورة الوسيط والمستشار نعم بين شركة التأمين والمواطن عم بتوعيه عم تقنعه ما عد عندنا هالسقافة الرجية هلأ بعرف يمكن فيه مواطن عنده أعباء زيادة ما عم يقدر يتحمل على الليرة فيه أقلية ويمكن بالبعيد بالأريف يمكن هيدا بعده بعيد عن التأمين بس بأكد لك 80% لل90% مأمنين إلزامة أضرار جسدي تقول لهم نحن ندفع 33 دولار ونص 35 دولار 35 دولار على البوليسة البوليسة الإلزامية للسيارة السياحية السياحية هادي البريفا والكبار تختلف هون يعني يعني بتبلش إذا بدك تطلع لفئة الفنات نعم اللي هي التجارية البيك أبيت لأنه هيدا بسوءة مش صاحبة نعم بسوءة لها شخص شفر نعم شفر أو سوى ما عود دفتر ما بيكون إذا بدك الحرص على السواءة مثل صاحبة السيارة نخرج على الموتو والموتو الموتو كلهم مغطا يجب يدفع أقل الموتو الموتو 20 دولار اه ريح 20 دولار وتصاعديا اليوم البسات إنت البسات التجارية بحمله ركاب وإنت سألتني سؤال بالأول نعم المنقلين مغطيين الركاب الخصم منقلين اليوم البس من ركاب يعني في خطر بالبوليسة إذا تهور البسات 8 ركاب بدأ تدفع عنه شركة التأمين كمان إذا راح لـ 32 ركب كلهم أمن كلهم أمن بس بتطلع بتزيد القصة التأمين بيطلع 120 دولار أكبر قصة هو للشاحنات الكبار طبعا نقل المحروقات طب استاذ عبدو شو هي 750 دولار على 600 ألف دولار هيدا أكبر سعر حد أقصى هو المشكلة اللي بتصير يعني بين الشركات تنوصل للقضاء ومراجعة وضعاوة شو بكون أساس هذه المشكلات إذا ما اتفقوا على تعويض هلا بالاستشفى ما عندك مشكلة لأنه اليوم بيصير في حادث بيجي طبيب شرعي درك إجباري يعني الجرحة نعم كون موجود الدرك بيطلبوا موافقة من الشركة اللي مصدرة وبيطلبوا نسخة عن بوليسة تأمين الألزامة نعم وإلا الزلمة بيضل موقوف وبيحكوا المدعي العام نيابي عامي الشركة تتعهد بالتطبيب الشخص بيضل مفتوح الملف لا يشوفوا تطور حالته بس شركة التأمين مجبورة وملتزمة بالتعهد تبعولها وبيسميها بريزان شارج اللي هي بتاخد على اعتقى أنا فقيت الطبابة حتى هو صاحب السيارة بيمضي مسؤول أنه أنا مأمن وإذا تخلفت شركة التأمين أنا سأتكفل بالتعويض عن الموضوع والشركة التأمين بتقوم لحت خروج المريض من المستشفى هون الحالة يا للمريض بيكون صح ما عند بحاجة لشي فيه تكون أضرار طفيفة بيوصلوا على اتفاق بيلتهي الملف اليوم يمكن فيه طفاكم يمكن يصير فيه زرع بروتاز مثلوا منقول يحتاج الواحد بيصير بدها لبعد سنة متابعة في جلسات هاي كمان الشركة مجبورة تستمر ضمن التغطية لـ 400 ألف دولار في حال الوفاة هون بيصير فيه تقارب مع أهل الضحية إذا وصلوا لحل حبي بعرض على مبلغ معين بتنخلص حبيان واتفاق وإلا بيصير فيه قضائيا يفصل بدك بين الطرفين بس هون بدي أذكر بشغلي في مجلس ضمان تحكيمي بوزارة الاقتصاد مألف من قاضي مألف من مستشار وزير الاقتصاد ومن شركة التأمين ومسؤول عن سيارات وخبير سير كل شي كان معاملات أو دعاوة أو شكاوة دون الخمسين ألف دولار كان يبيت فيها المجلس ضمان تحكيمي ويخلصها أنت اليوم كنت عم تطالب بالخمسين ألف تقاضي العجلي يعني بسرعة لقاضي حيا باللجنة بوزارة الاقتصاد تيحلوا الموضوع طيما تروح دعوة إذا ما اتفقوا هون تنتقل ترجع تروح إذا بدك دعوة مع استقناف مع تمييز بس دايما الحل الحبي موجود وبيعتقد أكتريت المشاكل عم تنتهي أو الحوادث بحل حبي بين الأطراف إن شاء الله يا رب السيد عبد لأنه ما حدا يتمنى للقضاء نعم هلأ اللي عم بواكب وبتابع بيقولوا إن مباريح نعمل مؤتمر صحافي بعز دين الخنقة الاقتصادية السييسية الاجتماعية القضائية للي تسميها شو كان الغرض وهلو سلطن اللي أنتو بتكون بعد هذا المؤتمر نحنا الغرض التأمين مشي فيها نعم لأنه اليوم بالنتيجة إذا بعدك ضل تدفع الليرة اللبناني كانت أهين شي ضلك تخليها على الليرة والشعب يتخنقوا ببعضه نحامل البوليسة ويدفع من جايته ويفوت على الحبس مش مظبوطة اليوم مثل ما كان أنت حمية المستهلك بغير مطارح بالمستشفات بلجوا طالبه دولار لاش أنا بدي أدفع التمن شركة تأمين وعم بيدفع لغيري دولار هلأ أرخص منتج السيارات اليوم إذا بتروع على الاستشفاء طبابة العادية عم تدفع ألفات الدولارات وبتلاحظ اللي كان مأمن ده رجي قوله عم بيزل للتاني والتالتي الغرض مننا أنت اليوم تأمين لأنه ألزمي ومجبور والدولة بتقضيك وأنت تما تخرب بيتك بدك تأمن ونحن تنحمي مظبوط ونكون عم تغطي صحيحة وعم تحمي العالم مجبور تنتقل للدولار أهيان شيء كنت أنت هلأ تطلعها ثلاثة مليون ليرة وتقول التغطي خمسة عشرين مليار ثلاثين مليار بس ما عم نقدر نلحق طلعة الدولار وتدهور العملة الوطنية مثل ورز زرف استثنائي نحن نتمنى ما تكون هيك وتضل ليرة بس مثل لو أتخذ قرار للسوبرماركات أنت بتعرف وزير الاقتصاد حدد السلع بالدولار وحط لهم بلاتفورم منصة شو بكون سعر الدولار بس في مشاكل كتير يعني بس ما فيك تضل تعدل الأسعار عم تخلق مشاكل وفي أربع بس بدك تصل لمرحلة إنك اليوم بدك تغطي سعي ونحن ملزمين استاذي الكريم عم ندفع لمعيد التأمين نحن عمنا تغطي وأقصات متواجبة لينا لمعيد التأمين عبيب بعثهم كيف حولوا بالليرة بس أسرك عبيب بعثهم هلأ إي لأنه نحن بلشنا بالفرش عنا فرش هناك في مشكلة كيف في مشكلة ذكرت لك إياها بوقتها خلقت بالالفان وتسعة عشر بتشرين سكروا البنوكي والتحويل واصرف البنائر ما عملو لنا مع الأسف كافية الكنترول من عمل طي يسمح لك ونحن كشركات تأمين بوقتها تقدمنا بمشروع لحصاعات الحاكم أنه يخي في عنا مبلغ بالسنة بيروح لمعيد التأمين 60 مليون دولار هو عم بيعملوا أرباع بس نحن عم نحمل سوق والمخاطر أنه مش أسس سيارات عم تحمل ممتلكات عم تحكي لممتلكات الدولة المستشفيات هكومية هاي كلها مأمنة فيها إعادة تأمين لو أنت ما فيك سوق لبناني تتحمل هالأخطار بدأ إعادة تأمين منا جزء البور اللي تضرر ما سمح إجا مرفق بيروت لأضراره اللي نحن ساعدنا لوقف معيد التأمين حدنا كاللبناني لأنه كان بالنزار تقرير يطلع من المدعي اللي عم يسبت شو السبب مع الأسف لليوم بثلاث سنين ما رح نوصل وما طلع ساعدنا بالتعويدات بس شو صار كل المصاري مشروط المساعدة لا مش مشروطه كانت بقول هو ادفعه بس بتحطه بالإسقاط الحق اللي عم بيصير إذا إذا تبين التقرير طلع إنه منه مغطى حسب شروط العاقد بترده من اللي نحن وياسوا بنرتد على لأبض التعويد هذي ببعتقد رح تصير يمكن أو بتصير بس حفاظا حفاظا على العلاقة وحسب شروطه بدك تمشي فيها لأنه عم بيدفع مليار دولار كانت أضرار هون المصاري اللي كانت مستحقة لإله 2019 خصمة من المبالغ بعثنا الرصيد من هيكي حصل على حقوقه ووقتنا إحنا انتقلنا للدولار من 22 بلسنا وحتى بأواخر 21 ما عاد عندك مشكلة لأنك عم تقبض فراش عم بتحول فراش بالإبنوك اليوم عم بتحط فيها فراش بتحول لك طب اليوم بعد المؤتمر شو تغير تغير شي هو بكير نسأل بعد أكيد هلا الشركات كيف كانت تردد الفائل هلا إذا بدك طبيعيا المؤسسات الكبيرة والشركات بالعكس هي عم تقبض إن كانت بإنتاجها وبمصاريفها بالدولار نعم وهي متوقعة كانت تصير هاي القصة الدولار لأنك عم تحميها نعم المرحلة الثانية الأكتر تقلق اللي صارت نقطة ضويت عليها بشهر 12 وشهر 1 وشباط شوهر 1 و12 صار في طلب على الإلزامة بشكل مخيف يعني المشمس تحقق بوليسهم عم البوليسة لأنه أول شي قلولهم تفعوا بلا معينة ميكانيكية وقت قيلوا الدولار بدي يطلع جملكة وانت يطلع الـ 15 ألف أو إلش باط كل العالم ركضت قيل بكرة بدنا نيطالبونا بالميكانيك رسوم السرع على 15 بدل 2005 يعني غير منتهية غير منتهية فوق الـ 500 ألف غير منتهية عملوها تا يخفضوا عنهم موضوع الرسوم هذه ضررت هلا مش ضررت إنه اليوم 7 مليار أخدوها صارت 70 ألف دولار وإذا الدولار يطلع تغطي نزلة 400 ألف نحن ذكرتها كمان بالمؤتمر الصحفي في حملة إعلانية هتكون مرئية ومسموعة كمان تعديل بوالس سرية المفعول إعلاميا ورح نكون في نشاط قوي على طلب من حامل بوليسة بكل الوسيل بواسطة الوسطاء بواسطة المستشارين بواسطة الإعلان إنه اليوم يتقدم حامل بوليسة بيتعديل بوليسته مع شرط ما حمله أعبئ أعطيك إجزامبل بسيط عملتها دراسة رح أقدمها اليوم اللي دفع 800 ألف كان الدولار يمكن 40 ألف كانت سوى 20 دولار اليوم الخمسة وثلاثين للعشرين في 15 دولار رح نعمل الخمسة عش على المدة الباقية تطلع الشغلة يقدر يتحملها لأنه اليوم فيك تقدر تاخد 800 ألف على 100 ألف الدولار اليوم تطلع 8 دولار 7 دولار تقوله ادفع خلال 35 بقل لك أنا كنت دفع لك قبل 800 ألف هاي اللي عممها للشركات أنا بدي خفف أعباء عن المواطن وعم بدي إحميه على المدى المنظور والبعيد لك إكمال البوليس تتصل لواحد ثلاثة في بوالس صادرة بـ 25 عشرة 22 هاي مستمرة لـ 23 على مليار ونص اليوم يعني 15 ألف دولار هاي دي خطرة ما بتكفي للمواطن من هيك هاي الحملة والتوعية أشرت الله بالمؤتمر ومكفيين موقفة بس ده المؤتمر نعم نحن حدك كتليفيزيون لبنان لحتى نكون مواكبين وامتابعين كل ما يدعو إلى السلامة المرية ما مش بستمعدين الفكرة قلتها أكيد ما رح نخلي أي وسيلة إعلامية تعمم هالخبر وتنشره لأنه بمساعدتهم سلطة الرابعة أهم سلطة اليوم تمرق الخبر صحيح وهي بتساعد وبتعطي الحق وبتنصف وبتقول أنه هايدي واجب وطني وهيدي أنه لازم الواحد عم تحميه من مخاطر بتوصله لمرحلة سيئة يعني بتمرسله للحضيط من غير شي الوضع الاقتصادي سيء وضع المدخول طبعا اللبناني التدنى بعد كمان بده إذا صار معه حادث ما تحميه من هيك تأمين ضروري وواجب عم تحميه أنا بدأ أشكرك أستاذ عبدالخوري رئيس المؤسسة الوطنية للتأمين الألزامي شكرا إلا مركة جهودكن وإن شاء الله إلى مزيد من التقدم والنجاح شكرا شكرا إلا أصدقائي نحن رح نتابع معكم مشاكل وحلول بعد الفاصل منتابع معكم مشاكل وحلول مشاكل القطاع التربوي حدث وحدث وحدث ولا حرج طبعا انطلاقا من أهمية العام الدراسي نحكي ونضوي على كل هذا القطاع من كل جوانبو لأنه إيمانا بأنه مفترض أن يكون الإعلام بنقطة وحدة قريبة من الجميع نقطة وسطية لحتى ينقل كل الآراء مع ضيفنا اليوم مسؤول القسم التربوي بالأمان العام للمدارس الكاتوليكية ليون كيلزي بدأ أقول لك أهلا وسهلا فيك أستاذنا كثير مهم نعرف منك الواقع التربوي بهذه المرحلة البعض بيقول هذا الواقع خطير لا يبشر بخير نحو نهاية عام دراسي والبعض الآخر بيقول لا طب نوبالكون ما في شي وكله مستوعب انطلاقا من خبرتك بهذا القطاع وكمسؤول بالأمان العام للمدارس الكاتوليكية كخبير كيف تشوف الواقع التربوي اليوم أول شي مرسي على الاستضافة سيزن أولى وكمان من حي اللي عم بيشوفونا الواقع التربوي مثل كل الوقائع الموجودة بالبلد يعني كله في حال تراجع وتدهور وتقهقر مثل كل شي بس الفرق انه التربية والصحة هذان القطاعان فيهم نقطة لعودة يعني في حال خسرنا التربية مش بكبسة زر ترجع بتعيد تأهيل مجتمع ومواطن مثل بالصحة اذا راح تصحته وتوفي راح بينما بالقطاعات الأخرى يمكن تتأخر برجع بيجي تمويل برجع بيجي خطط تنمية خطط انطلاقة جديدة بترجع بترتب أمورك هذان القطاعان ان الصحة والتعليم لهم وضع خاص والتربية هي مش بس حماية الناس هي حماية مستقبل البلد مستقبل المجتمع هذا في كنها لانه هي التربية ليست خادمة النظام هي خادمة الرقي الاجتماعي وهون بعمق الفلسفة التربوية مشكلة التربويين وعيين انه نحن مش شغلتنا فقط ان نطبق سياسات نحن شغلتنا ان نصنع المستقبل حلوة بس لا يقدروا يعملوها بدي يكون عندهم هذا الحيز من الاستقلالية الاخلاقية والفكرية والمادية نعم فهون بتوضق على المشكلة لما متنتقل انت لتشوف هذا التردي الاقتصادي والاجتماعي والاخلاقي والسياسي والامني والعلمي نعكس نعكس على التربية وطبيعي ناك انت الواحد متل ما نقل له انت الواحد قاعد هو منيح بس وليكن موجود بيقوضة كلها بكترية قديش بدو يضاين ببالاخير انت منيح من جوه ومانعتك منيح عبضة وبعدين طب ليش عم بيصير في هالمشاكل طالما عنا هذا الوعي اللي انت عم بتجسده بهذه الفكرة نعم هذا الوعي وعي شخصي او وعي مؤسساتي ما تحول لوعي مجتمعي داخل في سياق ثقافي نعم يعني نتحول رؤية لثقافة الثقافة هي لما شغلة بتعملها طبيعيا بلا ما تفكر فيها اعطيك مثال من مكونات الثقافة في الشرق وفي لبنان نحن التأهيل بالضيف ما بتتقد تفكر بقرار ان واحد ميرق خصوصا بالمناطق اللي بعدها محافظة على الهوية الثقافية لمجتمعنا انه يفكر كتير بيقوله تفضل شرب قهوة لو ما بيعرفه هذا مكون ثقافي يعني دخل في السياق الطبيعي للسلوك العام هل هذا الوعي الدربوي منعكس على السياق الثقافي عنا لا 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 نحن عنا ما حال هل رح يزعلوا كتير يزعلوا بس هالحقيقة نحن عنا الثقافة فولكلور في كتير عندن شادات بس مين اللي هنن هذا جزء منن وقضيتن وبتشوفها بكل شي عم يعملو تنضح بهم شو منعمل هو فعلا هي قضيته التربية مش مش عنده تيترات ولزقه وفرق بوزيت ما علشي نحكي الامور متل ما هي لانه الحقيقة ما بتخويف وشغلة الاعلام ان يضيق الحقائق ولا حتى ينور الرأي العام بس ليس بيخافوا يقولوا الحقيقة لانه بتخسره اه الطبيعي ما هوني بنرجع شو شغلتك حدد حالك انت شو انت تابع لمنظومة ما بهدف الكسب ولا انت صانع الوعي الانساني صانع الانسان في انسانيته بهذه الجرأة والصراحة كيف تشوف الخطورة بواقع العام الدراسي مكملين بانتخابات رسول الله لا لا اذا بدك فيه السياق العام وفيه الطفاة هلا فيه تنوع كبير بالمؤسسات اول شي بتعرف فيه عنا الخاص والعام والخاص مستمر هلا بنحكي عن تنوعاته ولكن العام تعرف فيه 8 اسابيع الى حد كبير فيه انسداد افق بالخاص بتعرفها وبالتالي لا اي مدى فينا نكمل في هذه الازدواجية في السرعات بين العام والخاص بمجتمع واحد اديش فيها تخدم هيدا ويضل عندك تماسك اجتماعي سوسيولوجيا اظن ما الى وقت كتير هيدا ما فيك تضل هيك ناس عم تتعلم وناس مش عم تتعلم الى حد كبير طبعا هلا اذا نتقلل الخاص الخاص كمان عنده صراعات مختلفة في عندك المدارس ذوات او اللي عندها امكانيات عالية وعندها تراث وعندها حيز عددي وعندها خبرات فيه عنده وضع كله عم يتأثر وكله عم يتأزى وكله متراجع عيدلا اولى من الاول وما حدا يوهم حاله انه انا بمأمن ما في حدا بمأمن الفرق هي بدرجة الانحدار قاعدة انه في مدرسة بلبنان مش منحدرة هي كذبة تاريخية ما حدا خلص قلهم ما فيه كله عم يتراجع ولكن في ناس تتراجع هيك في ناس هيك في ناس هيك هي درجة الانحدار في التقهكور هيدا الفرق شو سبب هذا الانحدار بك ما سببه ليك يعني انت عمليا اه اله النظام الطربوي هو شو؟ طالب انت حددت مسار الانتحار ايه الانحدار بين مؤسسة وتانية ايه ايه اختلف ايه حسبوا لانه في عدة عوامل وبرامترات بتدخل بالده اكي منه عامل الانتماء منه عامل الخبرة منه عامل الامكانات المادية منه عامل الحوكمة الادارة القيادة التشارع وانمط القيادة الهم الرؤية الرؤية يعني بمعنى القضية التربوية في ناس عندنها قضية في ناس عندنها بزنس في ناس محلوك حتى ما هذا التنوع بكل العوامل بخلطه بيطلع عندك ريزولتانك مثل ما بقولوا الفيزيك محصلة هالمحصلة هي بتفرجيك الصيادة العامة لمسار الامور لهالسبب ما في رؤية واحدة بس اذا بدك هيك تعطي اجمالية المشهد بتشوف ان القطاع الخاص مع بعض قدر يعلم ثلاثين لهالعام الدراسي علموه الرسمي حرق متعرف لابل عيد ميلادي ممكن علمو بعد عيد الميلاد بلشت هذه دولة ولما تزل الامور تستعصي على الحلول ولو الجزئية لانه ما فيه انت برنامجك مشاكل وحلول ويمكن هلأ بهاي الايام ما فيه حلول فيه مشاكل ومحاولات حلول طب وصولا للعامة الدراسية نهايته فيه ولا ما فيه امتحانات بجرقتك وصراحتك فيه مستويان نقابة المعلمين عملت اضراب تراجعت عنه يعني ضعنا نقابة المعلمين موضوع يمكن نبحث لحاله بده لانه فيه تنوع كثير في الواقع التربوي بالقطاع الخاص ما فينا نخدر الامتحانات الرسمية فيه على مستوى القرار بتصور عند الوزارة وعند المؤسسات وعند الاهيل وكلنا بدنا امتحانات رسمية لسبب بسيط ولسبب بسيط انه اثبتت السنين التي اطيحت فيها او اعطيت فيها الافادات صادف الخرجون مشاكل كبيرة كوين بعدة دول لم تقبل او اخضعوهم لمعادلات اضافية ولا امتحانات اضافية وحتى من بعد يعني جيراننا ما يقبلوها يعني دونك هايدي على مستوى اذا لازم تكون رغبة الصارمة والاساسية عند الكل انه يجب ان تجرى هلا مع تكييف مع تقليص مع اعادة نظر بالعوامل طبيعي بس هذا لازم يكون معطى ثابت ما حدا لازم يحيد عنه الى حد اقصى هلا بتقلي في واقعية الامور هل الامر فيه خطورة يعني لا سمح الله اذا لم يتمكن القطاع العام من انه يرتب اموره بشكل ما شو الحل فيك تعطي انت امتحان خاص لا لا وبلا ما يعني ازمالا المسؤولين يعني ما كتير بيحبوا يطرحوا هذه المقاذق السودوية في الارتقابات بس انه متل ما بيقوله بالفرنسي اوقات بدك تحط السيناريوهات القصوى بس انا اللي في يقول واضح عند الكل لازم تجرى بالتكييفات اللازمة والقطاع الخاص جاهز يجريه طب استاذ اليوم اللي عم تحكي كتير مهم يعني بهذا الوعي اليوم المعلمين خايفين على حالهم انه نحنا مش قادرين ننكفي في معلمين نحنا اخسرنيهم اخسرنا خبرتهم غادروا تركوا مبعدوا يعلموا اشتغلوا شغلتين دولية للمعلومات كانت عاملة احصاء انه تقريبا على 90 الف معلم لانه قلو تعرف ما اللي عم بيصير في نزوح عن المهنة اما للسفر او لتغيير المهنة لمردوديتها يعني وبالتالي قدروا ووقتها بشي 12 الف معلم نحنا بتقديراتنا في اكتر من 20 بالمية للمعلمين تركوا السيركويت تركوا قطاع بتعليم نعم وهي خطورتها لبعدين متل ما كنت عم قيل لك الاستاذ ما بيركب بلحظة ما بيتكون ما بيتشكل بلحظة القضايا المالية الاجتماعية عم يحكي كان استاذ عبدو عن بواليستاميم بلحظة قرار عملوا دراسة اكتوارية لازم يكون القادم نغطي على الارتنحلة بس تعجيب استاذ اهله ونميمة الاستاذ منتج انساني تفاعلي خبرته خبرته وبنائه وشخصيته ووعيه الانساني ووعيه الاخلاقي ووعيه القيمي ووعيه الادائي كله مش هيك بيخلقوا وبنتركب التعمل وهون خطورتها المشكلة اللي مش عمنوعها نحنا هذا القطاع لا يشبه سائر القطاعات لانه مفصل الى الكل واذا هو انعطب انت ما فيك تستورد اساذي خلوة فيك تستورد بطن مسبق الصناع فيك تستورد عمال بس اساذي ما فيك تستورد لانه هيدا وعي الامة من خلاله بيتم ما فيك جيبه الا اذا قررت تكون مجتمع لهوية لهو واندولر المعاشات للمعلمين انريحهن والاهالي هون ما رح يقبلوا اللي جانبه هلا هون نحنا في مأزق شطارة المجتمعات التي تعيش مقاذق هو في درجة وعيه الاجتماعي لانه لايك الازمة لانه مش مشكلة ازمة ازمة يعني يعني واقع مستجد خربط كل وما فيه له حل مبين شو عنوانه شو عنوانه اه اللي انت عبتقلي ازا دولرنا عبتسأل نعم ايه طبعا انت بتزور عفيه حال تاني يعني بدي تفكير هالمسألة هلا السؤال كيف وقديش وباي مقدار ولوان وفي ظل ضقالة الامكانات وفي ظل شي ثابت انه استاذ ما فيك تخليه يعطي لحد الادنى باللي عم ياخده بمعاش يوازي خمس مليون وست مليون وعشر مليون وعشر مليون ميت دولار وميتان دولار الدولية للمعلومات كانت عاملة دراسة الاسرة من اربع اشخاص لا تعيش باللي مينموم عاملين دراسة كان بتشرين انا شفتها وكانت خمسمية وستمية وخمسين دولار كان وقتها بس ما كان الدولار جمره كيرتفع ما كان في الدعم ازيل عن بعض المواد كذا ودوق خلينا اذا قلت بك تعطيه مينم بك تجيبها من اوكي فيه ناس يمكن عنده موارد اضافية واعانات بس فيه بلد يستمر على الاعانات الى ما لا نهاية ويبني التعليم جيشه طب انت متوقع بلد عبتش حده لجيشه ليعيش انه فيه شي ناس مش واعية نحنا بمجتمع هلا في قمة نحنا عم افصل يا سنثبت لنفسنا انه نحنا شعب خرج نبني بلد يا لا بزمانه غسانت ويني اي له ده ما اجي فرح مصور كنت انا صغيرة بس ما انه يعني احنا ضامنين انه كل مرة نحنا عنا هالبلد كدوق جينا بالاستقلال ضامنين انه فينا نحافظ اذا اذا احنا بيضل بخلافاتنا كل 15 سنة منتبكى وبيضل ما منعرف نبني انه رح يضل انه يلت فضل وتخينق وبيجي حدا بيصالحكم وكملوا ورجعوا وتخينق وبيجي حدا بيصالحكم وين الوعي اللي عم نراكمه نحنا وين نحنا محلنا نتعلم انه هدا بلديا نحنا سنثبت بطريقة ما في وعي مجتمعي انه نحنا خرج البلد يا لا لكن التاريخ بالاخر مش بابا نوال بالاخر في جدلية في حتمية اذا من نحكي نظرها هاجلية للتاريخ التاريخ له مصاره له له ميكانيزمات بالاخر ما بيضل يسيرك ولكمشي وانت خليك متل ما انت في فراق القيمي وفي فولكلورك الثقافي وفي انعدام حسك الانتمائي وفي ديمقراطيتك المدري كيف ورح ضل بلد لا مين قال انه حسب السياق التاريخي للمور نحنا نضمن ان يبقى عنا بلد اذا ما فيه استنهاد لهذا الوعي المجتمعي الوعي المجتمعي بيبين بقدرة الناس على التحاور والتضامن لتوزع الاعباء هون اللي عم ينجحوا يعملوا الى حد ما بيعطوا حالهم هامش من الاستمرار وياخدوا نفس اكتر اللي مش عم يقدروا عم بيقبروا بعضوا يدخانهم ونفلغوا وهديها والمصار انحضاري للأسف بس التربية اللي بتيفوت بالتربية بيعرف انه في عنده قانون ايمان انه انت عندك الايمان بانه الاخر يتغير ولا ما بفوت عالتربية اذا انا جاي على قاعدة فالج لا تعالج وما في شي بيتغير ومتل ما قاله خلقه راح يكمل لاشوف فت عالتربية اللي بيفوت عالتربية وشخص بوعيه او بلاوعه يعي انه هو صانع تغيير بس المشاكل اللي انا عم بيحكي عنا بالبرنامج الا سنوات عم نحكي عنا وبعدها هي هي اضربية وعتصامات وعدم امكانيات ووعود ووعود غير قابلة التنفيذ ايه 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 ما في شي تغير عسو هلا هويه هلا تغير او ما تغير يمكن بده دراسة استقصائية اعمق لتشوف النسب الظاهرة العام دايما بتشوف المشهد بالالفين واربطعاش اضربوه بالالفين واربطعاش اضربوه والسلسلة 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 وحتى قبل كمان ورح يضل والتعديل اوكي رح يضل هذا السياق التطوري للمجتمع بس كان في عندك بلاتفورم من الامان الاجتماعي مؤمن كان النقاش حول مستوى الرفاه هلا النقاش على مستوى الكفاف مش الرفاه هلا انت ما دون حد الكفاف بس تنزل حد الكفاف ما بقى فيه محرمات ايه خطورتها قديش في واحد يبان دون حد بالرفاه فيك تعمل هذا الترف الديموقراطي وزيد وحصل لك 5% و10% ودرجتان زيدة بس نحن هلا ما دون حد الكفاف وفيه امي تنهض أسيتزتها ما دون حد الكفاف ما فيه ومن هالسبب اللي لازم يصير هو على مستوى القناعة الزيتية انه خلاص عرفنا نحن بطلنا بلد الليكس وكل 3 شهر بدنا نروع تركيا خلصنا هيدا مننا نعرفها بس هلا هذا لا يعني انه استيز ما عنده حد أدنى من الكرامة او مؤسسة كمان مرة بده كمان تطور حاله وتجهز ما صلوا الكمبيوترات بالمدارس خمس ست سنين عم بيته ما بدون تغييره وضي يمكن الصيانات كل المدارس كل هيدة بنود التطوير والتجديد حطتها عشانا بس لنمشي حالنا بالله تهي أحصل لانه نحن في أزمة ونفس الشي بالمقابل هالأهالي ما هو هيدا النظام انه أهالي مولو تعليم أولادهم بنسبة 70% من 2018 انا كنت عمل دراسة وعلنتها بمؤتمرنا بالأمانة العامة ما في يمشي ما فينا نحن مئة سنة صلنا منعلم انه والأهالي بعلموا الولاد والمدرسة بتطفل الدولة بتطفل راجحة هلأ وهالدولة او ما بقي منها لانه هي في طورة التفكك والتحلل هني مسؤولي عنهم هال300 ألف طالب المتعلم بالتعليم الرسمي وشوبوا في وضعهم بلوس هالمدارس المجانية اللي كانوا بيساعدوا الدولة في انه تأمن العبق كله متحلل كله متحلل بس هزا النظام ما بقي يركب ما في دولة بالعالم خود فرنسا الياباني ده قديش نسبة التعليم الخاص عشرين خمسة وعشرين بالمئة خمسة عشر عمل دراسة انا بطلع تحت عشرين بالمئة هالدول الاو سي دي او اللي عندها دخل الجي دي بي مرتفع بس حتى هاو دي التعليم الرسمي او الدولة بالطبعية بما المكلف بيأمن التعليم لانه هذا حق من حقوق الانسان ما انه حق تكميلي حق اساسي خصوصا في مرحلة ما قبل الجامعية هذه البنية بحاجة لتغيير بالاساس كنا عم نحكيها قبل الحرب وكانت الامانة العامة الطالب بالبطاقة التربوية من وقتها من قبل 40 سنة انا خمسة نحنا عم نعلم العالم بس اذا انت واجبك يا دولة عملي عم تتلكأ يعني عم نضطر نحنا انا بدنا نجيب ونشيل ونشوف الاهيلي وكيف نرتب الامور طب ما نحنا ازا واقع بلد في 80% تحت خط الفقر مثل ما عم بيقولوا طب ويسارت البطاعة التربوية اهههه اسأل حطها حطها انت عشان والاستقصاءاتك العيونة العيونة ما هلأ اللي شلأ حد الادنى العادي للمستخدمين موظفين جوفان هلأ متحكي بالليستيرين مثل ما بيقولوا يا الله يعيننا بس هذا بس نرجع منقول نعم نحن من زوجة الامرنى يوما ما بدا ينحل الوضع بس ما فينا نرجع نبني على نفس البيزنس موضل الموجود كان انه اهيلي تفعوا مدارس وكذا وفي مدارس اسطى عشت الف دولار ومدارس اسطى الف دولار وما بينا بين وسلس لوحته للكل ويخضع ما بصير يا هون بده شغل كبير يمكن هلا مش وقت اوكي للشغل الكبير بدي عارفوا منك انا بس بالختام امتحانات رسمية احكينا عنا ولكن انا بهمني رأيك كخبير لازم تصير ونسعى ان تسير واذا نسد الافق ولو بشو ما كان لازم نعملها ولازم يكون هذا قرار صميمي عند كل العالم بلبنان يعني متل وعد له برأيك لازم نضل نتنفس او نوقف نفس. حلوة. السؤال ممنوع تسأله. لازم تصير. للمسئولين شو بتحب تقول لهم عمر مشاكل واحلول من تليفيزيو لابنان انت لقا من خبرتك تربية. ما حسب نوع المسئولين انا يعني بلقى بالتربية المسئولين انا في كتير منهم اصدقاء واحبة وهذا. ماذا يمنع اتوجه كلمة لان. اه هي منها مسئولية تربية هي مسئولية بنية وعي مجتمعي بنظام سياسي اقتصادي اجتماعي اخلاقي كله بده نفس كله بده نفس. اذا بعد الهلا ما اكتشفنا انه هذا النظام مش عم بحكي لا صيغة ولا طولة لا 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 مش سياسة. وعلى كله اذا بدنا بالسياسة بعد ما اكتشفنا انه نحنا يعني شو بعد لازم نعرف انه في هيدا هيدا قمة فشلنا بعد مئة سنة من الف وتسعمية وعشرين لا لا شو بعد ناقصنا لانكتشف. ولو كومب يعني ما ايما وثالثة والاثافي متل ما بيقولوا بالعربي انه بعد الخلافات والمونيكافات لانه في بالبنك المرس كارزي بيت مليار دولار والشباب نازلين ترف. بلا طام. ليش انه. ليش لانه شايفين انه قدامهم مرتاحين ما حدا رح يقوم يهز عروشون. وطالما ما وصلنا له هيدا في نظامنا التربوي. ناس انضاف او هيدا بتفهم عنده جرأ وعنده رؤيا وعنده مبادرة تهز عروش التركيبة ده ما حننضل بارضنا وعم نراويغها كما تكونون. يولى عليكم. يولى عليكم للأسف. استاذ ليون كيلزي انا بده اشكرك مسؤول القسم التربوي في العمين العامي للمدارس الكاتوليكية. شكرا سيدي. الله يسلمك ويخليك وعطيك العافية. شكرا اصدقائي احنا الهون بكون وصلنا لختام حلقتنا. لقاء نبيت جدد يوم غد ودايما عبر الشاشة الام اللي بتجمعنا تليفيزيون لبنان الى اللقاء. اشتركوا في القناة